اشتركوا في القناة على صعيد دبلوماسي رئيس الوزراء نتنياهو التقى وزير الدفاع الأمريكي أوستن الذي قام برابع زيارة له إلى إسرائيل هذه هي فعلا ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بدء الحرب رئيس الوزراء تحدث معه عن الالتزام الإسرائيلي بتحقيق النصر تم على حماس وقال هذه ليست مجرد حربنا بل وبمعاني كثيرة هي حرب الولايات المتحدة أيضا كونها تقود القوى المتحدرة حول العالم لا شك بأن القضاء على حماس سيقود كثيرا للتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تعمل ضد إسرائيل وضد دول المنطقة وفي كل أنحاء العالم كما بحث رئيس الوزراء مع وزير الدفاع الأمريكي محاولة محور الإرهاب الإيراني إغلاق الممار البحري في مضيق باب المندب واستهداف سفن دولية في البحر الأحمر مما يشاكل تهديدا على حرية الملاحة الدولية رئيس الوزراء قال وزير الدفاع الأمريكي إن إسرائيل تثمن قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات من أجل فتح المضيق من خلال تشكيل قوى بحرية دولية بقيادة أمريكية تعمل على حماية جميع السفن التي تبحر في البحر الأحمر وقال رئيس الوزراء لوزير الدفاع الأمريكي إن حرية الملاحة في البحر الأحمر ليست مصلحة إسرائيلية فحسب بل هي مصلحة العالم المتحدر برماته لأن تهديد الحصي على الملاحة الدولية يهدد كل دول العالم دون استثناء هذه القوى البحرية الدولية ستعمل على إعادة الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلى ما كانت عليه أي حورة وآمنة كما شكر رئيس الوزراء الوزير الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل سياسيا وعسكريا وإلى قطاع غزة حماس نشرت فيديو لثلاثة مختطفين إسرائيليين إن تستمر في ممارسة الحرب النفسية وهذا يشكل دليلا آخر على وحشيتها حيال المختطفين الإسرائيليين المختجزين في قطاع غزة خلافا لأي معايير دولية وأخلاق إسلامية من جانبنا سنواصل العمل بشطة الطرق من أجل إعادة المختطفين إلى أحضان عائلتهم وعلى الأرض تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تدمير حماس في الشمال القطاع وفي جنوبه سلاح الجو يواصل غراته على أهداف مهمة تابعة لحماس سعيا إلى ضحرها وخلق ظروف لعادة المختطفين وميدانيا وفي قلب حي الشجعي بغزة استولت قواتنا على ما يسمى بميدان فلسطين ودمرت النصب التذكاري الذي أقمته هناك حماس لحياء تفجير نقلة جنود إسرائيلية هذه هي رسالة إسرائيلية واضحة مفادها أننا سندمر كل ما أقمته حماس سواء كان فوق الأرض أو تحتها كما تم إلقاء القبض على عدد من دوائش حماس الذين شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر واختابوا داخل مدرسة في حي الرمال بغزة إنهم لم يقاتلوا جندنا هم اختابوا داخل صفوف دراسية خوفا من جيشنا كما عثرت قواتنا على أنفاق تم حفرها في غرف أطفال وعلى متفجرات تم إخفاؤها في عيادات طبية على مدار 16 عاما حولت حماس كل مبنى مدني في قطاع غزة وخاصة المدارس والعيادات والمساجد والمستشفيات ولكن أيضا المنازل الخاصة إلى مواقع إرهابية هذه هي جريمة حرب أخرى واحدة من دمن المئات التي ارتكبت حماس هذه الاستراتيجية الحمسوية التي تستخدم المدنيين والمرافق المدنية كدروب شرية تجبر جيش الدفاع الإسرائيلي على خوض قتال من ناوين آخر لم تتعامل معه جيوش أخرى في العالم نعمل بحزم وبعزيمة على تدمير البنى تحتية الإرهابية الإملاقة التي بناتها حماس وسيتم تدميرها بالكامل هذه هي مسألة وقت فقط وعلى السعيد الإنساني ستبدأ اليوم العمال على إقامة مستشفى ميداني في رفح تم أمس إدخال 191 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة 127 شاحنة منها خدعت للفحص الأمني في معبر نتسانة و64 شاحنة خدعت للفحص في معبر كيرم شلوم هذه الشاحنات تحمل أكثر من 3600 طون من المساعدات الإنسانية وفي موازات ذلك نواصل العمل على حماية أرواح المدنيين الغزين في الوقت الذي تعتبر إسرائيل مصرى مدنيين غزين كمعسا حماس تعتبرها استراتيجية حماس تستخدم الضحايا المدنية في القطاع لأغراض دعاية وإرهابية وبنسبة لها كلما تزايد عدد الضحايا كلما استفادت حماس من ذلك سياسيا وإعلاميا وأود أن أخاطبها الآن مباشرة للغزين القتال في منطقة خنيونس لا يسمح بتنقلكم عبر الشارع صلاح الدين في المقاتل الواقع الشمال وشرقي مدينة خنيونس لذا تستطيعون التنقل عبر الشارع الالتفافي الواقع الغربي خنيونس التنقل من رفح وخنيونس باتجاه در البلح ومخيمات الوسطى سيطاح عبر الشارع رشيد البحر وشارع الشهداء في در البلح نبذل قسار الجهود من أجل تمكين الغزين من التواجه إلى مناطق أمينة أما حدودنا الشمالية فيطلق حزب الله صواريخه على أراضينا قرب مواقع تابعة للجيش اللبناني واليونيفيل مستخدما إياها كدروب شريا جيش اتفاع يضرب مصادرين إيران ويدمر أهدافا ومواقع هامة تابعة لحزب الله حزب الله يجور لبنان بأكماله إلى حرب غير ضرورية ستكون لها أواقب وخيمة على لبنانيين الذين لا يريدونها إطلاقا ولكن حزب الله يتجاهل كعداته هذا رفض اللبناني الشعبي للحرب من جانبنا سنستمر في الدفاع عن انفسنا وعن سياداتنا وفي حال غياب حال دبلوماسي وتطبيقه سنواصل القيام بالاستعدادات اللازمة لإزالة هذا التهديد عن حدودنا شكرا لكم على حسن المتابعة وستطقي غدا بإذن الله في إجازة جديدة شكرا لكم على المتابعة